كابتن محسن عبد المسيح أتشرف دائماً وأبداً أن يكون معايا ضيف في رقم عشر كابتن محسن عضو مجلس إدارة النادي اللي إسماعيلي فيه الوقت الحالي منور ومشرف وسعيد جداً بتواجدك معايا رباني خليك مرسي يا كريم على المقدمة الجميلة دي أنا كمان سعيد جداً جداً أنا معاك وبضيف إن أنا وإحنا في الانتخابات الأخيرة أنا نجحت فيها كنت رقم عشرة بجد ده شرف لناه ده حلو جداً والله ده فالخير حلو كده في بداية الحورة أنا عايز أبدأ مع حضرتك إحنا كنا نلوقتي بنعرض لقطات مهمة جداً لجيل حضرتك واللقطات ليك وأجيال عظيمة للإسماعيلي طول الوقت يعني جيل بيسلم جيل بيسلم جيل مفيش جيل للإسماعيلي يعني بنقول مثلاً جيل بتاع حضرتك ده جيل زهبي فيه إيه زهبي جيه بعديه وبعديه 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 بالزبط إيه اللي عطل العملية دي؟ اللي عطل العملية دي للأسف أنا مش هذكر مجلس بعينه يعني لكن جت مجالس متعاقبة للأسف كانت بتسمع لناس ما بيحبوش النادي بيحبوا مصلحتهم الأول لكن هما كلهم ناس محترمة الحقيقة يعني رؤساء المجالس كلهم ناس محترمة لكن للأسف ما كانوش بياخدوا القرار المزبوط وكانوا بيسمعوا للناس وما كانوش حتى بيسمعوا للجمهور لأن الجمهور النادي الإسماعيلي أنا عايز أقول لك يا كريم إنه بيفهم كورة كويسة حقيقة ومحدش يعرف يضحك عليها صحيح بيبقى عارف الصح من الغلط عارف الكويس من الوحش فالجمهور الإسماعيلي جمهور مميز أنا عارف طبعا إن كل الجماهير الكورة المصرية بتفهم كورة كويس أو يقول لهم أغلبيتهم مدرين فنيين لكن الجمهور الإسماعيلي حقيقة حقيقة بيفهم كورة كويسة أنا طبعا مجلس الإدارات السابقة وبرضو بدون ذكرى أسماعي نحن النهاردة جايين نتحدث عن الحاضر أهم كمان من الماضي ولو هنتحدث عن الماضي هنتحدث عن الماضي الجميل اللي كان في كورة حلوة للإسماعيلي الإسماعيلي عادة كان بيطلع لعبين نشيئين رائعين جدا وزي ما كنت بقول في المقدمة مش بس بيفيدوا الإسماعيلي بيفيدوا بقى الأندية اللي في مصر وبيفيدوا طبعا منتخب مصر حتى دي حاس إن فيها قصور بقاله سنوات صحيح الإسماعيلي في الفترة الأخيرة شفنا كم اسم سغير رائع جدا بس بقاله فترة مش هو الإسماعيلي اللي بيطلع مواهب عظيمة هي سببين السبب الرئيسي إن مفيش في قطاع النشيئين مدربين مدربين أكفاء ولهم القدرة إنهم يطلعوا لعبك ويسر بالزبط فدي نقطة كانت مهمة جدا جدا السبب الثاني إن لما بيكون في لعيبة كويسة مفيش مدرين فنين عندهم الجرأة الجرأة إنه يزق بيهم فدايما بيبص على إن عايز لعب يجيبه من بره لعب جاهز وده عمره كان النادي الإسماعيلي ما بيمشي على ده لو جيت بصيت للجيل بتاعنا أغلبيته من بره مش من ولاد النادي الشرط محسن عمسيح وعلي أغى من نادي الشمس علي يونس من نادي مدينة نصر طرق السوي من بور فؤاد محمود حسن من نادي الميا بس كان في عين بتبص وبتبص عليك وانتو صغيرين كمان طبعا الحالة لو مش من كطاعات الناشئين هناك بس أنا واخدك كمان صغير العين الكشفين بالزبط وكانت المصلحة مصلحة واحدة هي مصلحة النادي الإسماعيلي ودي نقطة مهمة جدا لما بتيجي مصلحة تانية تجب على مصلحة النادي الإسماعيلي بيبقى هو ده المستوى اللي انت بتشوفه أنا بسبب